السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده نخوت لبسة لكم كانت من ربي دائما تكون في الشمس الحلافية إذا كانت هذه أول زركة في القناة شبه أنا أحمد شبروك يقدموا حجوة تقني ففضلا وليس أمرا أنه ما تقوم بالاشتراك بالنسبة للفيديو الخوش هنضر واحد مقارنة مبيل الالياف البصرية دي المغرب والالياف البصرية دي الجزائر الجزائر الشقيقة وأنا قبل ما نبدأ الفيديو كان مغنوجة واحد رسالة حب للشعب الجزائري وصراحة فاش كنشوف يعني آآ شعب الجزائري أو لبعض الأصدقاء عندي فلاشين كي كومونتاي وكتشوف ذاك المحبة وذاك المودة ولا هو كي كومونتاي لك بوحد يعني بوحد طيبوبة كتعرف باللي صراحة وخل الخلافات السياسية احنا شعب واحد يعني كتلقى راسك باللي راحنا والجزائر خوت طبعا كان واحد الفئة اللي آآ ما ندروش عليها اللي كتلقاها يعني كتميل الكراهية بزاف معلين بأننا أم واحدة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولكن الغريف الأمر كتلقى إنسان حاقد أو إنسان معجبوش الحال والله هذا ما أخلق بالنسبة للفيديو الخوش هندير واحد مقارنة ما بين الألياف البصرية ديال المغرب والجزائر هاد المقارنة آآ ما شاءنا لا نجيبها ولكن جابه واحد الأخ واحد صديق عندي فلاشين آآ علق على واحد الفيديو ديال المغرب والألياف البصرية في الجزائر مؤخرا كنتشوف فيديوهات الصراحة في الجزائر والترني مقارنة آآ القائ Li fi 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 seats اه كنشكرك اخي حمزة على هذه المعلومات. اه تحية من اخوك من الجزائر. ان شاء الله شركة الاتصال اللي عندكم تنقص من التامان لانه مرتفع شوية مقارنة مع الشركات المنافسة لها في المغرب. وايضا مع البلدان المجاورة. مثلا هنا في الجزائر. دونك هنا غنبداو في المقارنة. كما كتشوف هنا اه كي قولينا الاخ حمزة. عدنا الانترنت الاليف بصرية بسرعة كتبدا من عشرة ميجا. واو. يعني عشرة ميجا يعني صراحة برافو. برافو. احنا عشرة ميجا اخويا لكن بدول اديسيل. اديسيل اتناشر ميجا. بكل لا فيبر لا بغيش يخصك عشرين ميجا لفوق. البريت التامان. اه الف و سسمية دينار جزائري. يعني كي عادل ثمانية اورو. ليش قريبا تسعين درام مغربية. مزيان زيان. لكن فيبر بعشرة ميجا. صراحة مزيان. انا كنشوفها يعني سيرفيس نقية. خصصا الناس اللي ما كتلعبش القيم يعني بغياتنا فيقي. بغيات تلشارج ايش حاجة خفيفة تفرج في اي بي تيفي. نونك غيكون عرض وار بالنسبة الالياف بصرية. الجزائر. ركزوا معي الخضر. رمش المغرب. بالاضافة الى هذا قال الاخ حمزة باللي الالياف بصرية كتوصل حتى تلتمية ميجا. بسعر يعني اه سبعة الاف دينار جزائريت قريبا. اي خمسة وثلاشين اورو. يعني اه تلتمية وستسين درهام تلتمية وسبعين درهام. والله ما يمكن. حيث صراحة كتشوف هاد تامان مقارنة بالتامان دي الالياف بصري دي التي صارت المغرب. خمسمية درهام ميجا. كتشوف باللي احنا رأى يعني كان خلصوا كونكسيون بالدوبل اولا بالتريبل. مقارنة مع الجزائر اللي هي ما بعيدش عنا صراحة هي كتشتبر البلد الشقيق البلد المجاور. فغريب غريب صراحة اه تشي اللي كاين عنا في مغرب. الالياف بصرية من اللي كانت وصلت تامان ديالها تلخمسمية درهام. ومع يعني اه مية ميجا فقط. هناك تشوف العكس. هنا في الجزائر تامان ديت تشمية ميجا اه كسعر دي الالياف بصرية في الجزائيك يوصل خمسة وثلاشين اورو. فكنتظن صراحة اه تفوقات الجزائر علينا بكل صراحة. وهذا اخ حمزك يقول باللي اه اه الياف بصرية. يعني تقريبا انك تغطي نصف مليون منزل موصول بالالياف بصرية. وانا تمنى اه تحسن خدمة الانترنت في كل دول عربية المسلمة. اه شكرا الاخ حمزة بعدها اولا على المعلومات ديالك. اشكرا اولا حد تخلشي الوحد لاشين اللي هي كنت تشابر من بلد ماشي بلادك بلد المغرب. ولكن كما قلت لك احنا رخوتش. يعني اه ما كنتنش غاي فرقنا شي حد مادم عدنا واحد البخانسي بواحد. هو الاسلام. هو الدين ديالنا. بالاضافة الى هذا فاحنا يعني امه واحدة امه محمد عليه الصلاة والسلام. دونك اه شكرا بززب صراحة شرف كبير انه نشوفو اخوة يعني من غير المغاربة. كي كومنت اولينا وكيتمنونينا الخير. فكن دوني احسن حاجة شو احسن ربما تعلاق شفتوو فلاشين يعني من بديت القناة. احسن تعلاق وتحية مرة اخرى للشعب الجزائري. اه كما قلنا الخوتش دبا فاش كنشوفو هاد التعلاق. كنعرفو باللي احنا ضايعين. المغرب. كتلقا كتخلص خمسمائة درهم. اه مقابل انك كتاخد مية ميجا. مع العلم انه ممكن ممكن اه الالية في بصرية توصل لوحد الفئة اللي هي كتشابر فئة فقيرة. اه الناس اللي ما عنداش وحد دخل القار. الناس اللي بغا تعيش هتجربة دي الالية في بصرية. في ديورها مع ولادها. كتلقا يعني مع الاسف. باش كي يسوي لك شي حد كتلقى القدرة دياله ميشين درهم ميشين وخمسين. ميشين درهم اخويا في المغرب يلا تدخلك الادسال مع الاسف. او للا كان عندك يعني تغطية دي الانوي ولا اورانج ممكن انك انك تدخل اورانج. وكن مع الاسف حاليا في الوقت الحالي. فمية وخمسين ميشين درهم ميشين وخمسين. اعطيك واحد كونكسويل هي عادية جدا. اه الادسال بستناء الناس اللي واصل عندهم تغطية دي الالية في بصرية. فكانت مننا. كانت مننا يربي من شركة الاتصال عدنا في المغرب يعني يشوفوا في قضية ديالال ميشين ميجا او لخمسين ميجا او لميشين ميجا. يكونوا عروض ديال عشترين ميجا خمسين ميجا ثلاشين ميجا. صراحة اه كنت مننا كانت مننا يعني ادل شركة الاتصال تفكر في هذه القضية. حيطر الناس ترى غلاء الاسعار وبنادمية ربي يتكافى مع الحياة. ومن حقه من حقه يستفد من الانترنت يعني مدام غدي يخلص وحد الواجب. من حقه يستفد او لأي عائلة في المغرب تهاية يوصلها الفيبر اوبتيك. وحتى من اللي هو رمزيته من اللي هو معقول. كنت مننا كما قال اخ حمزة يعني الامة العربية كاملة ميبقاش عدنا هذه المشكلة ديال الانترنت. كنت مننا عزيز المشاهد تكون سافتي في الفيديو. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم. شكرا بزاف على الاسئلة ديالكم. انا كنحاول ماكسيموم انا نجاوب الخوت. فشكرا شكرا بزاف وعلى هذه الحب وعلى هذه السعة الخاطر. وشكرا على المتابعة. اما الان عزيز المشاهد اضرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. وحبكم في الله دائما وابدا. والسلام. اشتركوا في القناة